صباح خير مرة تانية على كل اللي بيت تبعونا وبنبدأ معاكم كالعادة بفقرة الصحافة نستعرض معاكم أهم معنوين الصحف اليومية ومعنا النهاردة أستاذ خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البريد الإكترونية صباح الخير صباح خير نهارك سعيد نهارك سعيد هنبدأ بأول خبر من المصري اليوم الصفحة الأولى معشرات النتائج النهائية لانتخابات إسلامية إسلامية الشروق الإفراج عن سفاحة وارد سويس وأهالي شهداء يتوعدون بالصقر المصري اليوم استقبال حافل رضا الفقد عينيه في أحداث محمد محمود المصري اليوم كمان أبو سعدة يطالب الصحفيين بالتحقيق مع محرر وثائق ويكيليكس الشروق صفحة الثالثة أبو الفتوح أرفض الخروج الآمن للمجلس العسكري الشروق حمزة منعي من الصفر هدف التخطيع على الجاني الحقيقي والأهرام صفحة الثالثة المركزي ينفي وجود أرصدة لديه باسم مبارك مصري اليوم صفحة الثالثة فرقة مظلات إسرائيلية تقتحم الأقصى المرة الأولى من عشر سنوات المصري اليوم صفحة الأولى همجية المارينز فيديو يعرض جنود أمريكيين يتبولون على جثث أفغان يعني قبل ما نبتدي نناقش الأخبار موجودة معنا النهاردة هنروح نشوف تقرير عن أهم خبر لفت نظر إشاء مصري في البترة الأخيرة ونرجع نبتدي فكرة أكثر خبر لفت نارز الإسبوع ده هو مطالبة النيابة بإعدام كل من مبارك وحبيبي العدل في قضية قتل المتوصرين مطالبة النيابة بإعدام حسن مبارك وأعوانه الخبر الثاني المؤتمر بتاع الأمس مشاغة الأظهر والقوة السياسية وبرضو إصدار المشير بـ 25 يناير عيد قومي الإخوان راحوا احتفلوا مع الكدس البابا بالأداس وحتفلوا مع هذا بيدول خبر يفرح أن الجو تغير غير زماني يعني بيدول على الوحدة الوطنية الجديدة محاكمة حسن مبارك ونظام السابق ماتش الأهلي والبانر مانرخ الأهلي لعبه كويس جداً بس هي سوق حظ من الأهلي أنه هو في آخر ديئتين جاب الجون اللي هو بتاع الفوزيا حصول الإخوان على السلسية للنسبة كبيرة جداً من السلسية المقائد تقريباً ودي حاجة يعني بتعتبر جديدة المتر الأنفاء اللي من العباسية من العتبة العباسية وفاة الأديم إبراهيم أصلاً واضح جداً رأي الشارع المصري ما كانش ليه أي صلة ببعض وحنبدأ معاك أستاذ خالد الفلشي رئيس تحرير جريدة الباليد الأبترنية سواح الخير نبدأ بأول خبر مصري اليوم والنتائج نهاية للانتخابات إسلامية إسلامية هو طبعاً بيعرض على في الخبر أهم النتائج اللي وصلت لها والليه لسه لغير دلوقتي مش نتائج نهاية والخبر بيتكلم على أن فكرة الحرية والعدالة حصلت عامتين تلاتة وتلاتفين مقعد ده يعني بيخترب نسبة بتخترب من الخمسين في المية والنور مية واحد وعشرين مقعد في نفس الوقت نسبة بتقترب من الخمسة وعشرين في المية يعني هم نتكلم في سبعين في المية من البرلمان إسلاميين بعد كده الوافد والكتلة والمستخلين تقريباً جايبين مية زي النور تقريباً يعني كده هيكون أقل كمان من حسب النور أقل تقريباً هيجيبه زيها لأن في الدول السلام تحسم في دائرة الساحل غالباً فيها نسبة الكتلة ربما تزيد شوية في بعض يعني إنما هي في الآخر هتنتهي نسبة تلات تربع وربعين يعني خمسة وعشرين في المية نحن كنا بنتكلم الأول في تلتين طلع أكتر من تلتين أه لأ تلتين يعني هي دي وصلة لكده بس هي الجديد دلوقتي أن كلام على فكرة التحالفات الانتخابية الجديدة حرية والعدالة بيتكلم على فكرة إن هو مش هتحالف مع يعني فيه كلام هو بيقول إن احنا هتحالف مع الكل بس المؤشرات اللي يرمي عليها إن هو مش هتحالف مع النور في نفس الوقت فيه كلام المصري يومنا شاريته وبتابع عليه النهاردة من مبارح إن فيه تحالفات ما بين الكتل الصغيرة عشان يواجهوا الحرية والعدالة يعني إحنا قدامنا لعبة دخلنا في السياسة بقى انتقلنا من مرحلة الانتخابات والانحيازات اللي هي شكلها كبير واللي هي رفع يا فطات بعينها لمرحلة السياسة واللي هيختلف فيها الأداء بشكل تاني هي الخطورة أنا تقديري خطورة النسبة دي ربما تكون في قضايا في القضايا لها مش هي لو ركزنا لو تم التركيز عليها إنما لو تعاملنا مع برلمان المفروض بيشرع لمصر في الفترة الجاية وبيأسس الأسس للمطالبة بتاع السورة اللي هي العدالة الاجتماعية ربما يكون المسألة مفيهاش هذا القلق يعني هو القلق ربما يجي في قضايا الحرية بعض قضايا الحريات بعض قضايا يعني المصادرات إذا 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 انشغل الناس في البرنامج بديمش قضايا صغيرة برضو يعني أعتقد إن هو مش هينشغل بنا سمعنا كمان إن فيه اجتماع حيكون بين الوافد والإخوان في الفترة اللي جاية ده معنانه ممكن يرجع يكون فيه تحالف بالحرية والعدالة؟ فيه أكتر من كلام طلع في الموضوع ده وأنا أتقديم إن هو لسه دليا ضغوط اللي هي بتشكل الكتلة كل واحد عايز ياخد مساح أوسع قدقية يعني إنباء المصري بتتكلم على إن الوافد والكتلة والنور بيعتحلفوا في مقابل الإخوان في نفس الوقت فيه كلام ناس تاني بيتكلموا على فكرة إن الوافد إن الإخوان رايحين للوافد اللي هو الحليفة التخليدي اللي هو كان حليفهم من 84 أصلاً عشان يشكلوا وده في محاولة لطمقنة الناس إن إحنا نعمل إن إحنا يعني لم نخرج عن السياح القديم ورسائل الطمقنة شغالة ما بقالها فترة إن إحنا نعمل دستور توافقي إن إحنا لن نغير في الأوضاع إن إحنا الطمقنة وصلت للسياحة وإعنا وأنا أعتقد إن في إن إحنا أجرينا البروفر الرئيسية للانتخابات مصر المرة أعتقد إن إحنا أمامنا انتخابات قادمة هي دي اللي تبقى معيار واضح وكاشف عن المصريين بشكل أساسي وكمان معيار على قدرة الناس التانية على العمل أنت هو عنده حجة دلوقتي أساسية إن إحنا لم نكن موجودين أظن أمامك 44 اللي تكون موجوداً أو 50 قادمة لتكون موجودة ربما أقل في ظل الطعون الشديدة اللي موجودة على الانتخابات حسب أغلبية موجودة في السلطة فأنت أمامك كمان للناس التانية تؤدي لنصنع حاجة مختلفة بعد كده بس في الآخر بقى عندها مجل الشعبي شروع صفحة الثالثة الإفراج عن صفحة وارس سويس وأهالي الشهداء يتواعدون بالصغر دي صدمة تانية بعد حكم السيدة زينب حكم السيدة زينب اللي هو حكم غريب وسياسي وربما أنا تقديري إن حكم السيدة زينب هو حكم بأنه لها ثورة موجودة أصلاً اللي هو البراءة المتهمين بقتل السوار لأنه هو المسألة باختصار شديد إحنا ألبنا الوضع والحقيقة الأمانية كانت يدافع عن النفس هم الصور مش الشرطة في اليوم ده من نزل للشوارع وتم إطلاق النور عليه في البداية هم الصور فاتجهوا للدفاع عن نفسه الحقيقة أتقلب الوضع وده أنا تقديري خلاص قدم الناس بقى المتظاهرين باعتبارهم مخربين يعني ده النتيجة مبارح الإفراج الإفراج أنا مش أعتقد الإفراج بلا ده هو حبس احتياطية وطلعهم من الحبس الاحتياطية بس لسا القضية منظورة بس هي الفكرة أنت تحمس الناس احتياطيا لكثير من الأسباب ربما منه أحد الأسباب هو حماية حتى المتهم أنت دلوقتي أو حماية هذا المجتمع اللي هو ساخن أصلا من غير حاجة فانا النتيجة أن رد الفعل في السويس أن هم بدأوا يشكلوا كتاب إعدام أو كما قالوا بها كتاب إعدام اللي أخذ حقهم بأيديهم أنت المفروض أن تؤسس لدولة قانون الحكم يعني أنا أخشى من أن الأحكام القادمة يعني رهان على فكرة أنك تبرق الناس لمجرد أنهم يدافعون عن سلطة قديمة أو لمجرد أنك ترتكب نفس الجرائم القديمة في الشارع ربما يشل الوضع فيضعك مكان الآخر بالضبط يعني الإخراج عن سفاح ثوار السويس ومن ناحية الثانية براءة المتهمين بقتل الثوار ده مش ممكن يكون مستفز للشعب كله قبل 25 يناير يعني ممكن يكون حافز أنهم تدود وجههم للعنف يوم 25 يناير حتى بصي أنا تأدير العنف دي لها فرقيعات التخويف اللي هي بيعملها أي حاكم مستبد واللي إحنا عندنا حاكم مستبده حتى الآفد إنما فإحنا ما إحنا شخي المسألة التخويف دي مش أساسية هو مش تخويف قد ما هو رد فاعل نزلت لمدة سنة ما كانتش هي ببادئ بالاعتداء أصلاً وإنت حولتها في أحكامك بهذا الشكل الحقيقة إن الناس هتنزل بنفس الطريقة القديمة وهتدافع عن نفسها لو إنت سعط هو اللي هيسعط في مواجهتك وأنا تأديري أن التصعيد لن يأتي من الناس أبداً بس ما حدش يتضرب عليه نار وهيسكت ده بداية فإحنا أمام الآن أحكام ربما تعجل بنهاية نظام ربنا يعني كتر خيرهم ويكملوها فتعجل بنهايتهم بس الحقيقة في وضعنا ربما يكون هم في وضع أخطر من اللي ما بيحموا دلوقتي واللي بيخش القفص نايمة على سرير واللي بيتنقل بملايين جناهات عشان يحكموا أنا يعني كتروا من أحكامكم ده خلينا يعني نرجع تحت شوية وفي خبر عن هنرجع للخبر صفحة تلتة أبو الفتوح أرفض الخروج الآمن للمجلس العسكري هو ده مرتبط بنا اللي هي طرح الإخوان اللي هو طرح في خلال الفترة والأصوات اللي بدأت تعالى خروج آمن للمجلس العسكري خروج آمن للمجلس العسكري معنى هناك اعتراف بأن المجلس العسكري ارتكب جرائم تستحق الخروج الأمن الحقيقة انه ارتكب جرائم تستحق الخروج الأمن ليه اللي حصل ان احنا فيه ناس تقترت في الشوارع ومعروف انها تقترت برصاص جيش الحقيقة المتهم هنا مش اللي أطلق الرصاص من وجهة نظري المتهم من أصدر الأوامل لإطلاق الرصاص لما تيجي تديني كباشف ده كلام فاضي فبدأت المسألة الاخوان ترى ان ربما ده يعطل انتقال السلطة لسلطة مدنية اعتقد ان الالتفاف على الأحكام هو تعطيل لانتقال السلطة لسلطة مدنية في كل الأحوال وان من يملك العفو والصف هم اللي اتقتلوا او اصل اللي اتقتلوا انا تقديري ان هناك ان قواعد دولة مدنية حقية تحاسب من اجرم ومن اجرم في هذه اللحظة وهو من يحاكم انا كنت دايما بقول ان هناك قاتل او متهم بالقتل يحاكم متهم بالقتل الآن فعشان كده المحاكمات بتطلع بالنتيجة دي الحقيقة المبارك ارتكب نفس الأفعال او المجلس الاسكالي ارتكب نفس الأفعال اللي ارتكبها مبارك واللي هو موضوعه بسببها في السجنة دلوقتي فاحنا امام الآن علينا ان نفعل القانون وما يبقاش عندنا خيار فاقوس فاقل القانون معناه انه حاكم الناس اللي يزبط براءته خلاص ما اللي لا يزبط براءته فيتم عقابه بالقانون المصر اليوم استقبال حافل الرضا اللي فقط عينه في احداث محمد محمول ده نفس خروج الامن يعني الفكرة دي نتائج الجرائم اللي احنا عايزين ندرها خروج الامن الحقيقة اللي حصل في احداث محمد محمود ان الكثير من الناس فقدوا عيونهم احمد حرارة فقد عينه واستانية واحدة في 28 يناير واحدة في نوفمبر ده مؤشر على استمرار الجريمة بالمناسبة ومش اكتر يعني الراجل فقط عينه وهو بيدافع وبيحرر مصر واعترف المجلس العسكرية ان هو كان يحرر مصر ومضيع العينه اللي حصل ان رضا بقى المجلس العسكرية هو اللي ضيع العينه الاتنين او القائمين على شؤون البلاد لان المرة دي انا لن اجعل الجريمة فردية لان مسألة انك تعملها فردية معناها اخلاق مسئولية من يصدر الاوامر وهو ده الاخطر في المسألة انا عايز مجتمع مفيش مصري يصدر اوامر لاطلاق رصاص على مصري مفيش مصري يصدر اوامر مش هحولها لقناص عيون القناص عيون ده مش هو الواحده اللي وقف ودرب اللي اداروا الزخيرة واللي طلعوه واللي ضرب عليهم واللي خلاه يضرب على الناس النار واللي حلق يسقط كل هذا العدد من المتهم من الضحايا والمناسبة هو الشهداء هو مسؤول قبل منه لانه ممكن كما يدروش الاوامر الممكنية فما تدنيش كبش فضاء ما تدنيش كبش الحقيقة المتهم هو العساوي الذي خرج بعد ذلك ليجذب ويقول انه لم يطلق رصا وانا ضحايا قدامي على الارض يعني ما بحدش يقول لي كلام يبقى معاييره واضحة على الارض وظاهرة للناس والناس شايفينهم وسقط ضحايا لرصاصهم في الاخر يقول لي لا والله ده احنا مستخدمناش ويطلع بعد كده يقول لي ده في قنابل مسيلة للدموع محلية الصنع يعني وكأن مسلا الدموع بتضرب نفسها وكأنها ما بتحتاجش الاسلاح يضربها وكأنها دخلنا في الاخر لان احنا داخلين في فيلم كاميرا خافية هنزيها ولا مش هنزيها في الاخر انا خايف الاذاعة تيجي عليه وما هما بردك نروح لخبر حمزة من الشروق حمزة منعي من السفر هدفه التغطية على الجاني الحقيقي الممضوع حمزة تم استدعاء اخلال اليومين اللي فاتوا وتم استدعاء نورة نجم وتم استدعاء مظهر شهين وتم استدعاء طارق الخولي وتم استدعاء كفاءة يعني عارفة لما نجي نقول تم استدعاء تم استدعاء تم استدعاء هرجع لثمانية وعشرين او خمسة وعشرين كل من تم استدعائهم كل من كانوا يدعون لثمانية وثمانية وعشرين ده معنى ان من كانوا يدعون للخروج على نظام مبارك او للثورة على نظام مبارك والاسقاطه واللي هم كانوا في الاساس اصحاب الدعوة واللي اشياء وتم الاشياء ده بانهم صنعوا ثورة لم تصنعها واللي كان في الوقت ده المجلس العسكري صامت وخانع وبيدافع عن مبارك وطرف فيه هم الان من يتم ده معنى انتقام ممضوح حمسة القضية هي تحريط على عرف على حرف على حرف المجمع العلمي وتحريط على العرف واستناداً لولد صغير جابوه فاعترف الاعترافات غريبة واحنا شوفنا شكل الاعترافات بتاع الاولاد الصغيرة اللي خرجوا بعد كده كذبوا المجلس العسكري واللي اتعامل بعدها حمل تكذبون عشان لان دي كلام مش مظلوب ففي الاخر انت تنتقم المسألة الرسالة هنا انت تنتقم الانتقام مما نفعل وخمسة وعشرين معناه انت سيداهمك خمسة وعشرين اخرى وربما بقى الانتقام يكون عكسي لا تؤسس فكرة تأسيس الانتقام هو تأسيس ضدك مش معك احنا نؤسس لدولة عدالة وقانون ومحاكمات عادلة الاهرام البنك المركز ينفي وجود ارصدة لديه باسمه مبارك اه القصة دي قصة انا فقبل كده ان ما فيش اي عملية تحويل الاموال حصلت من قبل الرئيس ونجليه من من اول خمسة وعشرين يناير وتنحيل حد النهار هي قصة قصة غريبة شوية جدا اللي حصل ان الرئيس الجهاز المركز وكيل الجهاز المركز المحاسبات السابق طلع بمفاجأة قوية جدا اسمها ان المبارك له تلت ارصدة بحسابات في البنك المركزي وانه كان بيسحب منهم وقدم مستندات انه سحب 2009 حوالي اربع مرات اربع مليون دولار بما يعادل حاجة وعشرين مليون جنيه الفكرة ان الارصدة دي تتجاوز خمسة وخمسين مليار جنيه وقال ان الارصدة دي موجودة وان هم مجمدينها وما دخلوش الاحتياط النقدي وفي الوقت ان هم عمليين يصرخوا من الاقتصاد اللي بيحصل ان دي موجود عندهم ارصدة وكشف مفاجأتين تانيين الحقيقة البنك المركزي ركز على السخن وسبب الاهم ان هم عندهم اربع تلاف سندوق في 98 مليار محدش مد ايده عليهم المفاجأة التانية مرتبات واللي هو اللي بتحصل في البنك المركزي واللي ده ناموذج فيها احد السعاة اللي بيحصل على 10 تلاف جنيه في الشهر فيعني هي قضية تتعلق بفكرة الرعب الاقتصادي الرعب الاقتصادي اللي بيحاولوا ارعبنا بيه وفي نفس الوقت حماية المجرمين او المتهمين او سارقي وده معناه انك تحمي من خرجنا ضده البنك المركزي مبارح خرج وقال لا 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 الارصيدة مش باسم مبارك بس هو قال ان فيه ارصيدة يعني فيه ارصيدة بس ليش باسم الراقي الحقيقة وقال ان فيه الارصيدة بس الارصيدة اللي مردش على فكرة ان المبارك هو الوحيد اللي كان مخول بالسحب منها وانه سحب منها في 2009 مرات بما يعني انها موجود ارصيدة منكم مكنش تحت مبارك بس هو اللي بيتحكم فيها وده كارسة والكارسة بقى التانية انه قال ان هذه الارصيدة اتعملت بعد حرب الخليج بما يعني اللي هي مكافآت دفعت للنظام مقابل بيع الجنود المصريين في حرب الخليج وهذه الارصيدة بمليارات وظلت تحتها وفكرة ان تظل الارصيدة في حوزة واحد بينفق منها ويصرف منها معناها انك تطرح مساحة للفساد لو نبي عنده مليارات بيتحكم فيها دون رقابة فمعناه انها طبعا البنك المركزي يكمل وقال احنا دخلناها في الاحتياط النقد اللي ضاعها الراجل المبارح اللي هو قدم البلاغ طلع وقال ان ده كذب وان ده استسهال انا تقديري ان المسألة لا تربض علىها ببيانات الان نحن امام بلاغ لجهات قانونية من يحسم هذا البلاغ هو التحقيق القضائي اللي هو الشفاف واللي هو اعتقد انه لن يحدث في وجود المجلس عسكرا يعني البلاغات ما هو بالضبط لان احنا امام سلطة مبارك وامام احنا دلوقتي دخلين على مجل الشعب جديد ودخلين على المفروض سلطة محاولة لناخد سلطة جديدة نحن امام بلاغات بتكشف مساحها واسعة جدا من الفساد وبتكشف بالمناسبة الاخطر والمؤشرات الاخطر هي ما لم يتم الرد عليها ان هناك صناديق خاصة لم يتم التعاول معها ان هناك رواتب خيالية تصل بالسعي لعشر تناف جنيه في الوقت اللي احنا بنتكلم بحد ادنى وبنمنع 200 جنيه زيادة المعلم والعامل الاخطر من ده وده ان هناك حسابات يتم التعامل فيها دون رقابة على طريقة ميزانية الجيش اللي يتم التعامل فيها دون رقابة فدي الاسس اللي ممكن تهدم اي شيء احنا بقول الاخبار النهاردة معظمها كانت اخبار مولمة جدا ان ربنا يصطر على الرد فعلها في الشارع المصري استاذ خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البريد الالكترونية بشكر حاجة جدا معنا شكرا حاجة مشاهدين خليكم معنا دي سمعنا فكرة كتير بس بعد الفاصل